مباني قيد الإنشاء مهجورة، أبراج فارغة وعمارات ارتفعت أعمدتها فقط، أمثلة عن مشاريع عقارية توقف بناؤها أو الإقبال على شرائها، في ظل أزمة تهدد بانهيار قطاع لطالما شكل أبرز ركائز الاقتصاد المتداعي أساساً في لبنان. شهد القطاع العقاري طفرة غير مسبوقة بين العامين 2008 و2011، أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني قبل أن يتوقف النشاط مع اندلاع النزاع في سوريا المجاورة، وتراجع الطلب محلياً وأحجم المغتربون اللبنانيون والخليجيون الأثرياء الذين كانوا في أساس هذه الطفرة عن الشراء جراء الأزمات السياسية المتلاحقة والاضطرابات الأمنية على وقع النزاع السوري، وأضيف إلى ذلك تراجع أسعار النفط منذ العام 2014. وجراء هذا الجمود لا تجد آلاف الشقق السكنية التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية من يشتريها، واضطر كبار المطورين العقاريين إلى وقف العمل في مشاريع ضخمة كان بشر العمل فيها مع بداية الأزمة. وعلق المصرف المركزي منذ مطلع العام منح قروض سكنية مدعومة لذوي الدخل المحدود، في خطوة يثير استمرارها المخاوف إزاء أزمة سكن خصوصاً في صفوف الشباب، وكذلك تراجع الطلب المتباطئ أساساً. وتزامن رفع الدعم عن القروض السكنية مع ارتفاع معدلات الفوائد المصرفية، جراء عدم الاستقرار السياسي مع الفشل في تأليف حكومة منذ ستة أشهر، والمخاوف من انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.